أجل الكثير من التفاصيل التي تفضلت بالإشارة إليها ولكن كان هناك خبر مهم جدا أن الجهات السعودية لا تتزال تبعث وفودا إلى تركيا وفي آخر الأخبار وفد الرفيع المستوى حاول مع أن يغري الرئيس طيب أردوغان باستثمارات برفع الحصار عن قطر لكن رئيس طيب أردوغان كان حازما وعتبر ذلك رشوة السعودية ولم يقبل وقال إن بن سلمان أو أي مسؤول أمريكي سيلقى القبض عليه إذا ظهر أمريكا هل من تفصيل أكثر للرشاوة بين قوسين كما أسماها طيب أردوغان نعم محمد هذا الخبر أتانا نقلا عن صحيفة نيويك تايمز الأمريكية التي نقلت بدورها عن مصدر في الرئاسة التركية أن خالد الفيصل وهو مستشار الملك سلمان عندما أتى إلى إسطنبول بعد هذه الأزمة بعدة أيام وبعدة أيام التي ضغطت على الرياض ودفعتها لإرسال وفد رفيع المستوى من رجال الملك سلمان وليس من رجال محمد بن سلمان كما هو المعتاد من الرياض فقامت بإرسال خالد الفيصل وهو مستشار الملك سلمان ويعد من رجاله هذا الرجل عندما أرسل إلى هنا قابل الرئيس أردوغان تتحدث هذه المصادر أنه عرض عليه حزمة ضخمة من المساعدات المالية وكذلك من الاستثمارات داخل تركيا كما عرض عليه أيضا فك الحصار عن قطر هذين الأمرين يعتبرهما خالد الفيصل هما يدفع هذه الأمور لدفع أردوغان إلى التنازل عن قضية جمال خاشقجي وللموافقة على الرواية السعودية ولتجاوز ما حدث داخل الكنسولية السعودية في مدينة إسطنبول قال له الرئيس أردوغان أن هذا الأمر يعد رشوة سياسية ورفض هذا الأمر هذا الكلام نقلا عن نيويورك تايمز التي نشرته صباح اليوم محمد ترجمة نانسي قنقر